بذريعة ما يسمى يوم الغفران اليهودي فرضت إسرائيل إغلاقاً وحصاراً محكماً على القدس عازلة المدينة المحتلة عن محيطها بالكامل كما كثف الاحتلال من تواجده العسكري والأمني في المدينة المقدسة وعلى امتداد الطرق المؤدية إلى حائط البراق غرب الأقصى المسمى إسرائيلياً حائط المبكى لإتاحة الفرصة لليهود أداء الصلوات بالمناسبة واستدعوات لتكثيف الاقتحامات للأقصى وإحياء المناسبات والأعياد اليهودية فيه هذا يدلل أن إسرائيل عازمة وماضية في مسألة خلق استفزاز في الكدس وتوتير الأجواء تحت ذريعة الأعياد نحن نعتبر أن الكدس هي مسألة خارج الأعياد اليهودية وخارج الطقوس اليهودية ولكن للأسف في أعيادنا نحرم منها وفي أعيادهم أيضاً نحرم منها الإجراءات الإسرائيلية السالفة ضد القدس والتي أصابت المدينة بالشلل التام في مرافقها إثر إغلاق مداخل الأحياء العربية والشوارع وطرقات المؤدية إليها تزامنت مع عقاب جماعي ضد كرة شمال غرب القدس بإغلاقها ومحاصرتها والتنكيل بأهلها لليوم الخامس على التوالي كإجراء عقابي اتخذته سلطات الاحتلال للرد على عملية إطلاق النار الثلاثاء الماضي وكذلك الإعلان عن بناء وحدات استطانية جديدة في مستوطنة جيلو جنوب المدينة المقدسة وثلاثة آلاف أخرى وفقاً لمسؤول في حكومة نتنياهو سيتم إقرارها بعد الانتهاء من الأعياد اليهودية الاستطان يشكل أكبر خطر على وجود الشعب الفلسطيني لم يعد فقط خطر على حل الدولتين بالعكس هو قضى على حل الدولتين والآن أصبح يهدد الوجود الفلسطيني في فلسطين حجم الهائل من الوحدات السكنية والمستوطنات التي يعلن عنها من شأنها أن تبتلع الضفة الغربية وتبكى الفلسطينيين في كنتونات في واحد من أسوأ أنظمة الفصل العنصر التي عرفها التاريخ وفيما تبرى تحفيزاً للحكومة الإسرائيلية على المضي بانتهاكاتها وتصعيدها الاستطاني تصريحات للسفير الأمريكي لدى تل أبيب خلال مشاركته في احتفالات أقيمت بما يسمى احتلال أراضي عام 1967 قال فيها إن إسرائيل تحتل فقط 2% من مساحة الضفة الغربية ما يشير إلى مواقفات تمثل المستوطنين وتعكس أيديولوجية حكومة ائتلاف اليمين المتطرف وتتناقض مع سياسة الإدارة الأمريكية التي ترى في الوقت الراهن فرصة قائمة لتحقيق السلام الإجراءات الاحتلالية في القدس وبقاء ردود الدولية حيالها على ما هي عليه واستمرار الدعم الأمريكي لإسرائيل على رغم من مخالفتها لكافة القوانين والشرائع الدولية كلها مؤشرات بحسب المراقبين لا تدلل على أي أفاق قريبة لاستئناف عملية السلام سحر من يرأى الإخبارية القدس المحتلة